وارجة هنالكو بعد الفوصل طبعا قبل مبدأ الفقرة التانية انتو شفتوا طبعا معينا الفيديو اللي فات هو كان لجروب اسمه رودي فاشن هو بتاع الوستاذ إبراهيم انا عايز اقول لكم ان الجروب ده حلو جدا الخامة بتاعته يا جماعة طبعا ايلينا نعمل له آلين الخامة بتاعته قطن بيور تلبساته مرتاحة الاسعار بيقول عنده اي خصم لاي حد بيكون طبعا تجار الجملة للموزعين عنده ازدالات وعنده ترنجات وعنده ملابس خروج بنيتي حاجات كده سوغنطوطة حلوة والخامات ما بتكشش وده اهم حاجة ولا بتوبر مستورط والحد 120 كيلو ده الاهم طبعا وفيش احنا طبعا وتوصيل لحد باب البيت فيا جماعة خامتك كويسة جدا تاني حاجة بقى عندنا دلوقتي بقى فقرة هي حاجة جديدة كده معينا في البرنامج هو معينا يوتيوبر طبعا هما هيعرفكم بنفسه اقولوكم وبدأ في المجال ده بقيل وقدقيه وهو طبعا هنتكلم عن المنظفات والمستحضرات بتاعتها وكل حاجة لان طبعا في الفترة الاخيرة انتوا عارفين ان كان طبعا منتشر جدا موضوع فتح اللي هي المشروعات بتاعة المنظفات فحابين طبعا نسأله ونعرف كل الاسباب وكل الحاجات اللي بتخلي الناس دي تتجه للمشاريع دي فمعينا النهاردة في الاستوديو استاذ محمود نورتنا نورتنا استاذ محمود شرفتنا يلا بقى بداية هنكده قبل ما نبتدي في اي حاجة عايزك بقى تعرف الناس بنفسك أنا محمود عبدالوكيد فتحي احساسا من الصعيد وافتخر اشوفت انا النهاردة حلقتنا كلها صعيدة احضر عنيس طبعا ومش هعلق اكتر من كده بس انا من محافظة سواج مركز طريقة محافظة سواج انا اساسا خريج اداب قصار ديسانس اداب قصار جامعة سواج اشتغلت في مجال المنظفات ده من خمس سنين قبل كده كنت اشتغلت طبعا حذيك عارفة بعد الثورة وما كانش فيه فرصة كبيرة للشغل في مجال السياحة السياحة طبعا كلنا عارفين فيه مشاكل بعد الثورة فما كانش فيه فرصة شغلي فيها فاشتغلت فترة بعد الثورة في مجال العقارات وبعد كده اشتغلت في مجال المنظفات تاريخ من 2015 شوالله وحبيت المجال ده المجال ده فيه جديد ومجال كويس ومجال ممتع واللي بيشتغل في المجال ده ما بيملش منه فأنا حبيت الشغل في مجال المنظفات ده طيب هو طبعا أبل أي حاجة وأهم حاجة الوحيد يامل حاجة بيحبها عشان كده بتخليه تقدم أكتر ويكفح أكتر وياملها أكتر يعني بزم كده وإخلاص فمدام أنت لقيت نفسك فيها فأكيد ده حاجة كويسة أكيد طبعا أكيد أحد الشركات مندوف في مجال المنظفات فهو كانت عنده فكرة عنها فقولي شجعني أنه نخش في المجال ده دخلنا في مجال المنظفات الأول كان توزيع جملة بعد كده جات لفكرة أن أنا إيه أفتح مكان اللي هو إيه لكل الناس بدل التوزيع بمكان ثابت لكل الناس فتحت المحل واشتغلت على نفسي فيه وتعلمت من الناس الأدامي اللي في المجال وخدت أفكار ودخلت على اليوتيوب وحبيت أتعلم التصنيع إزاي وتعلمت حتى لما جيت لما تعلمت من الناس دي لما الحاجة اللي أنا تعلمتها لما لاحظت أنه فيه جروبات للمنظفات والكلام ده كل الناس اللي حابة تصنع مش عارفة تصنع فبتغلط في التصنيع فبتخسر بسبب اللي هي الغلط في التصنيع ده فعملت قناعة اليوتيوب اللي أنا تعلمته بعلمه للناس أو اللي أنا تعلمته وأنا بصنعه بعلمه للناس التانية اللي هي حابة تفتح المجال أو حتى تكلمت بره عن التصنيع أنك إزاي تفتح مشروع بطريقة صحة لأن ما تغلطش في الأخطاء أو ما تقعش في الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها ما أي حد بيفتح مشروع وهو مش درسه كويس بتحصل أخطاء والأخطاء دي ممكن تسبب لك خسارة مادية فأنا اتكلمت معك في أكتر من فيديو أن أنت إزاي قبل ما تفتح المشروع في خطوات لازم تعملها عشان تفتح مشروعك صح طيب أنا عايزيك بقى كده توضح للناس وتقول لهم عشان أنا أصلا أفتح فعلا مشروع ناجح زي اللي أنت بتتكلم عنه إيه الخطوات اللي المفروض أمشي عليها أول حاجة أن أنا أحدد رأس المال بتاعي لأن رأس المال بتاعي هو اللي أحدد لي أنا هفتح فيه أو على حسب التكمل بترأس المال بتاعي أنا هفتح فيه بعد كده اختيار المكان المناسب إنه أنا أفتح فيه مشروع منظفات ما كان يكون مكتص بعائلات تكون زي ما بنقول كده أني حركت الستات فيه كتير طيب أنا عايزي أسألك سؤال أنا دايماً بلقي مشاريع زي بعض وفتحين جنب بعض إيه السبب؟ مشاريع زي بعض وجنب بعض عادي إيه زي بعض ربنا ما فيش مشكلة إيه مش موضوع كده بس عارف لما أنت مثلا أي مشروع حتى لو أنت مثلا واحد عنده منظفات وفاتح مثلا في مكان لوحده منفرد طبيعي بيبقى الإقبال عليه جديد لأنه هو الوحيد في المكان ده طبعا إنما إن أنا إيجي مثلا أنا ما بشوفهيش طبعا هو كل واحد ليه وجهة نظر بس ما بشوفهش إن أنا مثلا موجهة نظر إن أنا ممكن أفتح جنب واحد زي برضو بيبيع منظفات وأنا ليه أخلي فيه عامل منافسة؟ وهنا ممكن أختار مكان أبقى فيه لوحدة بحيث إن أنا مفيش منافس ليه بزبط يبقى أنا أختار مكان كويس أختار مكان صح لأن أهم حاجة عامل المكان ده طبعا إيه الفكرة إن أنا جبت أنضف الخميات وأنضف المنتجات وعندي راس مال كبير والمكان غلط طبعا إيه اللي إن أنا روح أفتح في مكان فيه حرفيين ولا يا الورش ولا الكلام ده كله مالوش دعوا بمجال منظفات مفيش ستة بتروح عند الحرفيين أو عند الورش أو ورش التصنيع لأ أختار مكان بسط العماير قريب من الأسواق ده المكان الصح اللي أنا أختار أفتح فيه مشروع منظفات تاني حاجة إن أنا أدرس المنطقة اللي أنا فيها أو المنطقة اللي أنا فيها دي منطقة شعبية ولا منطقة عالية لأن كل منطقة على حسب المنطقة اللي أنا فيها الأسعار بحدد أسعاري وبحدد المنتجات اللي عندي لو أنا في منطقة عالية هيبقى تركيزي على المعبقات وشغل الشركات لكن لو أنا في منطقة شعبية هيبقى التركيزي الأكبر بتاعي على شغل السويل والحاجات اللي هي بتبقى فيها أسعار بتناول كل الناس اللي موجودة في المنطقة دي الخطوة اللي بعد كده إننا إزاي نزل البضاعة إن فيه طبعاً من عندنا في مجال المنظفات عندك طريقين يبتشتغل مع تجار جملة يبتشتغل مع الشركات أنا نصيحة للناس اللي هي لسه مقبلة جديد للمجال إن أنت متشتغلش مع الشركات أو مناديب الشركات ممكن يزعلوا مني بعد الفقرة دي متشتغلش معهم في البداية لأن أنت في البداية لسه مش عارف أسعار مش عارف الخصومات فأنت ممكن تنزل بسعر والناس اللي قريب منك واخد من تجار جملة بأسعار أقل طبعاً الشركات بتبقى تجار الجملة لما بتنزل بتنزل كميات بأسعار كبيرة ما هي كبيرة بس الأسعار بتبقى أقل بتوع الشركات بتبقى العروض شهرية يعني الشركة بتبقى منزلها عروض شهر فأنت ممكن فتحت في خط عرض الشهر الجديد فأسعارها غالية اللي حواليك هيبيعوا بأسعار أقل فأنت كده في بدايتك بتقت غلط لأن أنت الطبيعي والصح أنت لما تبدأ تبدأ أقل من اللي حواليك لو فيه حد قريب منك تبدأ أقل منه تبقى هو مميز مش تبدأ أغلى طب فدي من ناحية اللي زي ما قلت أن أنا بنصح اللي بداخل على المجال الجديد أنه هو يتعامل مع تجار الأول بعد كده لما ياخد خبرة في المجال ويعرف الأسعار ويعرف كل حاجة اتعامل مع الشركات بروحتك وخد اللي أنت عايزه من الشركات بعد كده برضو في مجال المنظفات يفضل أنك تبدأ في فاصل الصيف اختيار الوقت اللي أنا فتح فيه يستمر بقى فاصل الصيف يعني هو معروف عن دي لحنا في مجال المنظفات بيحصل فيه ركود يعني بالبلد هي الناس ما يتنظفش في الشتاء؟ بيتنظف بس نجد زي الصيف حركة الإقبال على مشروع المنظفات في الصيف بيتيبقى أكتر غير الشتاء الشتاء بيبقى يعني حالياً كل الناس اللي شغال في مجال المنظفات ملاحظة أن فيه ركود في المجال بتاعنا الشغل في الصيف بيبقى أفضل فأنت لو تفتح مشروعك بدل ما بتخليه في الشتاء وهتواجه بقى لأ أنت تبقى في الركود ده في بدايتك لا افتح في أول الصيف أو في مؤسم الصيف عموما هتبقى حركة الشغل أفضل وطبعاً فيه فترات موسمية زي الأعياد والكلام ده كله أفضل توقيت تفتح فيه آه طبعاً بس طيب أنت أي من وجهة نظرك المميزات أصلاً في عمل في المجال بتاع المنظفات ده نفسه؟ والله مجال المنظفات فيه مميزات كتير يعني هو أكتر حاجة ده مجال مطلوب لكل الناس يعني حاجة أساسية زي الأكل والشرب يعني مفيش بيت مفيش منظفات آه طبعاً ده مش كل بيت ده كل أوضة كل حمام كل مطبخ فيه حاجة من مجال منظفات كل بيت ما بيخلاش من مجال منظفات فهو حاجة أساسية ومطلوبة للناس تاني حاجة ليش محتاج خبرة كتيرة يعني أنت ممكن تدخل في مجال محتاج خبرة كبيرة عشان تشتغل فيه لكن في مشروع المنظفات لا مش شرط يعني أنت تعرف بس الطريق التصنيع تاخد فكرة عن المنتجات اللي أنت هتشتغل فيها اللي هتعرف تشتغل في مجال المنظفات تاني حاجة هامش الربحه بتاعه كويس ناس يشغال في مجال المنظفات هيعرف يطلع نفسه هامش الربحه كويس طالما هو شغال بطريقة صحة فالهمش الربحه بتاع المجال كويس جدا العمالة بتاعته مش كتير يعني أنت بتفتح من مشروع المنظفات ممكن تديره بنفسك إلا بقى لو هو دخل في مرحلة الجملة الجملة بيحتاج عمالة والكلام ده كله لكذا احنا بنتكلمين على اللي هو المحلات لو أنت المحلة تقدر تديره بنفسك حتى لو احتاجت عمالة معاك هيبقى واحد أو اتنين الأقصى لو أنت المحل بتاعك كبير والكلام ده طيب إيه العيوب اللي بتواجهك في الموضوع ده أو بتواجه أي يعني أنت شايف من وجهة نطر كيابة تعمل أنه بتواجه أي شخص بيكون والله هي مشاكل المشايوب المشاكل اللي بتواجهنا في مجال المنظفات أنه ما فيش رقابة على السوق أو على السوق الخامات يعني الخامات ما فيش سعر موحد كل تاجر بيبيع السعر اللي هو عايزه هنا تلاقي السعر عند التاجر ده بسعر والتاجر التاني بسعر فما فيش سعر يحكم والخامات بترفع الخامات اللي احنا بنصنع بيها لما نتكلم عن الخامات اللي احنا بنصنع منها السوائل بتاعت المنظفات فكل تاجر بيبيع بالسعر اللي هو عايزه فما فيش رقابة في السوق على الأسعار بتاعت الخامات الأسعار بترفع من الوقت للتاني بطريقة يعني لو هدي مثال بسيط في مادة بنستخدمها عندنا في مجال منظفات اسمها بتكسبوه المادة دي كانت يعني ما فيش الكلام ده الشهر الفات كانت بتتباع اللي هو الكيلو بيعمل مساء 25 جنيه 26 جنيه في ظرف 24 ساعة السعر زاد 10 جنيه كيلو فالحاجة دي أساسية عندنا في المجال بتاعنا نشتغل بها فلما سعر الكيلو في حاجة في خامة واحدة يزيد 10 جنيه من غير رقابة ومن غير سبب فده يعني لأ محتاجين رقابة على الأسعار الخامات في مجال منظفات محتاج رقابة عليه في الأسعار بتاعته عشان ده بيعوق الناس حتى اللي تفتح جديد يعني حتى الناس اللي قديمة في المجال هتعرف تعمل في المجال ده لكن الفتح الجديد لما يلاقي أسعار زي دي وهو أسعر ما عندهش خبرة في الأسعار لأ ده هتواجه مشاكل كتير طيب أنا عايزيك كده قبل ما نختم تقولي أو تقولك طبعا كل المشاهدين نصايح كده بتوجهها لأي حد عايز يفتح مشروع أول حاجة أن أنت تاخد فكرة عن المجال الأول قبل ما تفتح تدخل وتتعلم التصنيع لأن أنت لو دخلت مجال المنظفات وما تعرفش تصنع فأنت كده نسبة نجاح المشروع ضئيلة جدا لازم تتعلم التصنيع تصنع بنفسك في محلك تتعلم إزاي طريقة عرض البضاعة بتاعت المحل بتاعك تتعلم إزاي تنزل البضاعة يعني إزاي تعرضها وإزاي تنزلها وإزاي تشتريها ما فيش مشكلة لو أنت تروح تشتغل مع حد فترة يعني حتى من غير أجل تتعلم إزاي تشتغل في المجال ده عشان لازم قبل أي مشروع أفتحه لازم أدرسه كويس عشان أعرف أنجح فيه فلازم تعرف تعلم الناس القديمة والناس القديمة كلهم منزلين قنوات على اليوتيوب وبيتعلموا من ناس اللي أدام منه فكلين متعلم ما فيش حد بتولد متعلم فكلين متعلم من بعض اتعلم الأول ادرس المجال اتعلم التصنيع اتعلم إزاي تنزل بضاعة وطاعتك إزاي تعرضها إزاي تختار المكان الصح إزاي تختار التوقيت اللي تفتح فيه كل دي هعوامل هتساعدك أن تتنجح في المشروع ده وأتمنى التوفيير الجميع ربنا يخليك نورتين يا سيد محمد ربنا يخليك نورتين يا سيد محمد طبعا القناة بتاعتك طبعا ظهرت للجمهور محسوطة جدا أنك كنت معي النهار ده في الدستوديو وموضوع جديد بصراحة فعلا يعني كذا الناس طبعا محتاجة تسمع عنه كثير أعزائي المشاهدين فاصل واستنون ترجمة نانسي قنقر